وأنا شخصياً ولا أريد أن أتحدث عن نفسي ولكن هذه فرصة أنا أيضاً نحو 15 عام وأنا محروم من بلدي من حقي أن أعود إلى وطني ملطني وأنا ابن مجاهد آهد وحفيد شهيد قتل تحت التعذيب في سجن الكدية في تبسة وتشاهدون على الشاشة صورة جدي الشهيد أيضاً تشاهدون صورة عمي بالخير رحمة الله عليه الذي قتل في جامعة الزيتونة وهو من طلاب العلم ومن حفظة كتاب الله وكان مجاهد وراح يدرس هناك وكان من مثقفي جيش التحرير الوطني وتم اغتياله في ظروف قامضة وليومنا هذا عائلتنا لم تقف على قبره وتوفيت جدة رحمة الله عليه وهي تبكيه على مدار سنوات طويلة منذ عام 1958 وهي تبكيه إلى عام 1993 في الأول نوفمبر ليلة أول نوفمبر 1993 توفيت هذه الجدة التي بكت شهيدها وبكت زوجها الشهيد وبكت أيضاً أبناءها وبناتها اللواتي حملنا السلاح في وجه المستعمر الغاشم وكثيراً ما تعرضوا إلى محاولات قتل واعتقال وغير ذلك إذن قصة ليست أهم من قصص أخرى كثيرة لجزائريين محرومين من بلدهم بالتأكيد pupil شكراً لكم